وزيرة الاندماج تدرس تشغيل اللاجئين أثناء تعلمهم اللغة الألمانية المستشار يدعو أوروبا إلى الانتقال لمستوى آخر في معالجة الهجرة حاكمة النمسا السفلى تريد حرمان من لا يعترف بإسرائيل من الجنسية إقاف مدرس عن العمل تهم بتأييد ما يحصل في غزة عمال صناعة المعادن يهددون بإضراب شامل ودراسة تؤكد ازدياد الأمراض لمستهلك منتجات اللحوم المصنعة مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم شددت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب على ضرورة تسريع عملية اندماج المهاجرين في سوق العمل وذلك أثناء تعلمهم اللغة الألمانية جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الاندماج النمساوي الثالث حيث أكدت على أهمية اعتراف السلطات بالشهادات التعليمية خاصة في قطاعات الصحة والرعاية وشددت على أهمية توجيه الأفراد إلى سوق العمل بشكل أسرع لتجنب بقائهم في نظام المساعدات الاجتماعية وأوسط ببرامج مكثفة لتعلم اللغة أثناء العمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع طالب المستشار النمساوي كارنيهما بتحول جوهريا في قضية الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي وناقشا يهم في محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في برلين لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في السوق العالمية حيث أجريت المحادثات في إطار مجموعة صغيرة تضم رؤساء الدول والحكومات الأوروبية وأكدا يهم أن المحادثات شملت تعزيز التعاون الأوروبي المشترك أخاصة مع رئيس المجلس الأوروبي والمستشار الألمانية طالبت حاكمة مقاطعة النمسا السفلى يوهانا ميكل لايتنر بتشديد قواعد الحصول على الجنسية النمساوية من خلال مبادرة عدم التسامح بهدف تعزيز الاندماج والحد من العداء الضسامية وتشمل المبادرة شروطا مثل إكمال دورة تعليمية تركز على القيم الأساسية والاندماج والديمقراطية مع الاعتراف بدولة إسرائيل تطلب زيارة موقع تذكاريا لمعسكر اعتقالنا لاعتقال النازي كجزء من دورة اختبار الجنسية إضافة لتمديد فترة الحصول على الجنسية النمساوية لعشر سنوات على الأقل وزيادة الغرامات المالية في حالات إهمال الاندماج لتصل حتى 2500 يورو أعلنت إدارة تعليم ولاية النمسا السفلة عن تعليق عمل أحد المدرسين في مدرسة نوين كرخن بسبب خطأ لفظيا من مدرس نشر محتوى معاد للسامية وقد تم اتخاذ إجراءات فورية حيال الموقف حيث تم إبعاد المدرس عن التدريس فورا لضمان عدم مواصلته نشاطه وبدأ التحقيق في الحادثة التي وصفت بأنها تصريحات معادية للسامية فيما نفت إدارة التعليم وجود زيادة في حالات التحريض ضد السامية في المدارس بعد أحداث الشرق الأوسط مؤكدة توفير مواد معلوماتية حول النزاع للمدارس فشلت الجولة السادسة من المفاوضات بين نقابات العمال واتحاد صناعة المعادن بالتوصل إلى اتفاق لزيادة الأجور وذلك بعد أحد عشر ساعة من المفاوضات وتم رفض العرض الذي قدمته الشركات لزيادة الأجور بمتوسط يصل إلى 6% مما أدى إلى إعلان إضراب واسع النطاق يمتد ليوم واحد في حوالي مئتي شركة حتى السابع عشر من نوفمبر فيما طالبت النقابات بزيادة الأجور والرواتب بنسبة 11.6% ووصف ممثل الصناعة تصرفات النقابات بأنها غير مسؤولة في حين عرضوا زيادة في الأجور بنسبة 8.2% ومزايا حتى إضافية أظهرت دراسة أجراها باحثون من فيينا أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية المحلى يرتبط بزيادة الخطر بتطوير عدة أمراض في وقت واحد وبينت الدراسة أن الأفراد الذين يستهلكون هذه المنتجات يواجهون احتمالا أكبر للإصابة بأمراض متعددة استخدمت الدراسة بيانات من استطلاع أبك للتحليل الإحصائي حيث شملت المعلومات أكثر من 260 ألف فرد في سبع دول أوروبية مشيرة إلى أهمية اعتماد نمط غذائيا يركز على الأطعمة النباتية وتقليل استهلاك المنتجات المصنعة بشكل كبير كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة